أكدت المؤسسة المحلية للمياه صرف الصحي بمحافظة عدن أن فرق الصيانة بالمنطقة الأولى بالمؤسسة تعمل حاليا على إصلاح كسر في خط الضخ قطر 28 في حي العريش بمديرة خورمكسر وأوضح مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد أنه تجري حاليا أعمال إصلاح كسر في خط الضخ القادم من حق البئر ناصر إلى الخزان في البرزخ والمغذي لمدريات صيرة وخورمكسر والمعالة والتواهي وأكد أن فرق الصيانة تبدل كافة جهودها وتعمل بوتيرة عادية لإصلاح الكسر لضمان وصول المياه إلى مدريات الصيرة وخورمكسر والمعالة والتواهي فور الانتهاء من العمل